السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم ولا نتكلم فيه في الفيديو ده عن كم نقطة يحتاجها بيرامز التأهل الى دوري ابطال افريقيا فبيأمل فريق بيرامز التأهل من بوابة الدوري الى عامل مصري الى النسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال افريقيا للمرة الاولى في تاريخ النادي الذي تغير اسمه في 2018 طبعا كلنا نعلم ان نادي بيرامز كان اسمه الاسيوتي قبل تحويل الاستثمارات الى المستثمر الاماراتي وتم تغيير الاسم الى فريق بيرامز وكان رئيس النادي تركي الشيخ وبعد كده انتقلت الاستثمارات الى المستثمر الاماراتي اللي ظل الاسم كما هو كفريق بيرامز فبيرامز لم يسبق لو ان شارك في مسابقة دوري ابطال افريقيا وكان مكتفيا بالظهور في اربع نسخ متتالية بالكونفيدرالية الافريقية دون ان يحقق اللقب في اي منها مع الاشارة الى بلوغه النهائي في عام 2020 يعني وصل فريق بيرامز الى نهائي الكونفيدرالية في مرة واحدة من الاربع مرات وكان ده في عام 2020 وتوكن فريق المدير الفني جيمي باتشيكو من الفوز بهدف نظيف على فيوتشر منافسه المباشر في مباراة جمعي فيما بينهم ضمن الجولة 30 في مسابقات الدوري العام المصري وارتفع رصيد بيرامز في هذه المباراة الى النقطة 61 في المركز الثاني من 29 مباراة في المقابل توقف رصيد فيوتشر عند 54 نقطة في المركز الثالث وبفارق اربع نقاط على النادي الزمالك صاحب المركز الرابع ويتبقى امام فريق بيرامز خمس مباراة قبل نهاية موسمه في الدوري العام المصري مما يعني امكانية جمع خمستاشر نقطة اضافية ليبقى اقصى ما يمكن الوصول اليه فريق بيرامز الى 76 نقطة وينافس الزمالك من بعيد على المركز الثاني حيث بلغ رصيده خمسين نقطة من 29 مباراة وبفارق اربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثالث فيما يتصدر النادي الاهلي المسابقة برصيد 62 نقطة من 24 مباراة وبالنظر الى منافسة الاهلي وبرامز وفيوتشر والزمالك على بطاقتين مؤهلتين الى دوري ابطال افريقيا يظهر حاجة فريق باتشيكو الى بلوغ 69 نقطة لضمان التعهل الى بطولة دوري ابطال افريقيا حيث ان على رصيد لفريق فيوتشر يمكن ان يصل اليه هو 69 نقطة ولكن بيرامز بيتفوق في المواجهات المباشرة وتخطى الاهلي وبرامز للنقطة 66 سيعني خروج الزمالك رسميا من المنافسة على دوري ابطال افريقيا حيث ان اعلى رصيد يمكن وصوله اليه هو 65 نقطة ده احنا بنتكلم على نادي الزمالك فيما تخطى النادي الاهلي للنقطة 69 يعني خروج فيوتشر من المنافسة على مقاعد دوري ابطال افريقيا ويحتاج الاهلي للفوس في خمس مباريات من عشرة او جمع خمستاشر نقطة للتتويج رسميا ببطولة الدوري العامي المصري وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن كم نقطة يحتاجها فريق بيرامز فريق منحوص وصل للعديد من المباريات النهائية ولكنه لم يستطيع الفوز بولا بطولة من ساعة ما تغير اسمه من نادي الاسيوتي الى نادي بيرامز وبالرغم من كتر الاستثمار في فريق بيرامز ولكنه حتى الان بيفشل في الوصول الى اي بطولة سواء في الدوري العامي المصري او في بطولة الكنفدرالية او بطولة كأس مصر او حتى بطولة الربطة المصرية البطولة المستحدثة في هذا الموسم والموسم الماضي فنتمنى لفريق فيوتشر التوفيق والنجاح في الفترة القادمة والوصول الى اول لقب ليه في تاريخه طبعا احنا عارفين ان اخر لقب كان بينافس عليه فريق نادي بيرامز كان مباراة الاهلي في السوبر المصري اللي وصل اليها فريق بيرامز بالصدفة بعد انسحاب نادي الزمالك من مباراة السوبر المصري في الموسم الماضي ولعب فريق بيرامز المباراة وكان خسر المباراة بنتيجة واحد صفر بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بنتيجة صفر صفر وتسجيل النادي الاهلي بهدف للنجم الكبير علي معلول من ركلة جزاء والحصول على بطولة السوبر المصري ومن قبلها كان بينافس فريق بيرامز على بطولة كأس مصر للعام الماضي ولكنه ايضا فشل امام النادي الاهلي في الحصول على اللقب بعد انتهاء الوقت الاصلي بنتيجة واحد واحد في اللقاء وانتهى الوقت الاضافي بفوز النادي الاهلي على فريق بيرامز بهدفين مقابل هدف وبكده يكون فريق بيرامز خسر لقبين في وقت قليل جدا كما انه من قبل هزان اللقبين كان خسر في بطولة الكنفدرالية وخرج من الدور ربع النهائي فبكده يكون بيرامز فشل في تلات القاف في هذا الموسم بالرغم من من كتر الاستثمارات الموجود في هذا الفريق ولكنه دائما يفشل في الفوز في المبارات النهائية فنتمنى له التوفيق في الفترة اللي جاية ويقدر ان هو يحقق اول القابه على مدى تاريخه تقريبا تمن سنين بيفشل فريق بيرامز للوصول الى اول لقب ليه بالرغم من وصوله الى نهايات عدة في بطولات الدوري العام المصري وبطولة كأس مصر وبطولة الكنفدرالية وبكده يكون خلس الفيديو بتاعنا النهاردة تحياتي لكم جميعا كريم جميل ادي ترجمة نانسي قنقر